تشير الوقائع إلى أن بايدن لن يستطيع ترويض إيران وتحويلها إلى دولة مسالمة لا تبعث شرورها في المنطقة وفي ظل الظروف الراهنة سيصل الاتفاق النووي مع إيران إلى طريق تسده الجبهة العريضة التي تعارض هذا الاتفاق من داخل أروقة السياسة الأمريكية الاستخبارات العسكرية الأمريكية في تصريح جديد لها تؤكد أن إيران هي التحدي الأساسي لمصالح واشنطن في شرق الأوسط بسبب قدراتها العسكرية المتطورة وفي إحاطة للكونغرس حددت مديرة السي آي اي إيفريل هينز إيران كواحدة من أكبر أربعة تهديدات تواجه الولايات المتحدة وقالت إنها تتوقع أن تخاطر إيران بما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وتهديد مصالح واشنطن والحلفاء في العام المقبل وبطبيعة الحال سيكون العراق مسرح الأحداث وساحة المعركة التي تستخدمها إيران لفرض سيطرتها كما جاء في تصريح الاستخبارات الأمريكية هذا التصريح يتوافق مع المخاطر التي حذر منها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بشأن ترسانة الصواريخ الإيرانية الضخمة وتسخيرها لزيادة الفوضى في المنطقة ورجح المعهد قيام طهران بتصدير ما يقرب من 20 نوعا من الصواريخ إلى وكلائها في المنطقة سواء في العراق أو اليمن أو لبنان أو سوريا وبالفعل قامت إيران بتزويد ميليشياتها بصواريخ قصيرة المدى وخصوصا في العراق واليمن كل تلك المعطيات والتقدم الذي باتت السلطات الإيرانية تحرزه في مجال التسليح الصاروخي يجب أن يشكل جرس انذار للمنطقة والدول التي تتفاوض مع إيران لأن تهديد الصواريخ والطائرات المسيرة سوف يتزايد في السنوات القادمة وسوف تتحول إيران إلى أكبر عقابة أمام أي حل سياسي في المناطق الملتهبة من الشرق الأوسط